فيقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا أنا بقى عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة أوي أنا بلاحظ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة لمن؟ للمتقين وجعل الجنة للمؤمنين طيب المؤمن التقي ده أعلى من المؤمن خد بالك الدرجات كالقاتي إنت عاوز تخش الجنة عشان تخش الجنة لازم يكون عندك أصر أنت بني بيت عمارة بنيها وثلاث فيلل وأصر أنا بضربها لك كده مثال تصوري إيه يا عم ده فيلل إيه وبيت البيت اللي بتبنيه عمارة الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بضع وسبعون شعبة فاعتبرهم معايا إنه تلاتة وسبعين دور أعلاها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأزم من الطريق عشان كده يقول الإيمان وبدعون وصعبعون شعبة والحياء شعبات من الإيمان عندك عمارة دلوقتي تلاتة وسبعين دور تمتهم خش على الفيلا للتلاتة كل فيلا مكوانة من دورين أول فيلا فيهم اللي مكوانة من دورين ده فيلة إيه؟ الإيمان الإيمان بييجي بعد الإسلام يبقى الدور الأولاني في الفيلا دي هو الإسلام الدور التاني إيه؟ الإيمان خلفتها على خير خش على المبنى التاني الفيلا التانية الفيلا التانية مكوانة من دورين هات بقى الدور الأولاني الفؤاني اللي هو الإيمان خليه هنا الدور أولاني يبقى مكوانة من دورين الدور الأولاني هو الإيمان الدور التاني هو التقوى يبقى التقوى بيتيجي بعد الإيمان علشان كده في سورة يونس المولى سبحانه وتعالى جل وعلا لما بيوصف المتقين الأولياء بقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون منهم يا رب قال الذين أمنوا وكانوا يتقون شوف اللفظ القرآني الذين أمنوا وكانوا يتقون يبقى دي الفيلة التانية طب الفيلة التالتة بقى الدور الأولاني فيها هو التقوى وما للدور التانية ايه وفي حاجة فوق التقوى احنا عرفنا اللي فوق الإسلام طلع الإيمان واللي فوق الإيمان طلع إنه التقوى طب واللي فوق التقوى ايه ده التقوى دي واحد بيراقب الله في السر والعلم التقوى دي واحد يرى الله سبحانه التقوى دي واحد بيراقب نفسه مهما كان في أي مكان التقوى الله يعني اتق الله أينما كنت اتق الله حيثما كنت في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن فاتق الله حيثما كنت دي دي ما بيقول وهو معكم اينما كنتم حلو اول كلام يبقى انا في اعلى من كده حاجة يا انا انا لو انت حاولت تتخيل واحد تقي بنصفه كده قالت اني عوض بالرحمن منك ان كنت تقية تخيل حضرتك اللي هو بقالك ان المتقين مفازن وفي حاجة تاني بعد التقوى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز الف لاميم ذلك الكتاب لا ريبة فيه هدى للمتقين ده يعني ده المتقين دول المفيش بعد كده لا فيه بعد التقوى فيه درجة بعد التقوى فيه ردبة بعد التقوى ايه التقوى الردبة لبعد التقوى اقولكم عليها بعد الفصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة